امطار غزيرة وعواصف رعضية تضرب المغرب اعلنت المدرية العامة للارصاد الجوية المغربية عن توقعات بحدوط اضطرابات جوية واسعة النطاق ستؤثر على معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم السبت المقبل وحتى يوم الاثنين حسب تصريح رئيس مصلحة الصواصل بالمدرية فان منطقة الجنوب ووسط مرتفعات الاطلس والسفوحة الشرقية ستشهد زخات المطرية العضية غزيرة مسحوبة ببرض قوي وهزات رياح عنيفة واضاف ان هذه الظاهر الجوي المتطرفة ناجمة عن صعود جبهة مدارية نحو المناطق الجنوبية واضح المسؤول ان حالة من عدم الاستقرار الجوي ستسيطر على العديد من المناطق المغربية خلال الايام المقبلة ما سيؤدي الى هطول امطار غزيرة ورياح عاصفية